السلام عليكم ورحمة الله وبركاته OpenAI نزلت شهات GPT Search ده تقدر تسطابه في المتصفح عندك وتقدر انت تسأله اي سؤال بحيث ان الزكال صناعي يبقى موجود واسهل من اي حاجة تانية ضغط الزرار وتكتب اللي انت عايزه ويبدأ يجيب لك المعلومة اللي انت عايزها طيب ده هيعمل تأثير اه هيعمل تأثير قوي جدا بالذات محركات البحث يعني جوجل اكتر حاجة بتكسب منها ان حد مثلا يدور على حاجة اول صفحة او اول عشر نتائج دي ممكن يكون الناس دفع فلوس عشا تطلع هي في الاول فهي تخسر كتير جدا من الشكل دوت فكده شكل البحث على الانترنت اتغير انا مش مضطر ان اقعد افتح انا مجرد اعمل search المعلومة اللي هجيلي من هبدأ ان انا اعتمد عليها فكده في موقع كتير محدش هيزورها وداخل عشان ياخد المعلومة المعلومة جاتلي مغير مدخل فهدخل انا كده الاجابة جاتلي بشكل مباشر جودة المحتوى هو ممكن يكون في مواقع فيها اي كلام هو يبدأ يفلتر ويلغي الكلام اللي مش مضبوط ويجيب لي الكلام اللي كويس الكلمات المفتاحية بدل ما المواقع مثلا معتمد على بيزبط المحتوى على اساس محركات البحث لا هنغيرها بحيس انها تكون مناسبة اللي شادت جي بي تي سيرش هشوف هو بيركز عليه وابدأ ان انا اتصاحب عليه فكده ولاي اللي هيدخل على محركات البحث ما بقولش ان هو هيتلغي تماما لكن هيتأثر اكيد زي جوجل وبينج هيتأثر نسبة ان نقرع الروابط هتقل نسبة ان انا ادخل على موقع عشان جوجل رشحولي وحطولي في اول نتائج هتقل عشان جي بي تزود المنافسة بشكل كبير جدا فجوجل اكيد هتنزل حاجات جديدة شكل نتائج البحث هنختلف ممكن هو يقولي بدل ما اتجيب لك الموقع وانت تدخل هتجيب لك يعني جوجل يبدأ يديني ملخص للحاجة وبعد ذلك يديني الموقع ويركز على المحتوى الحصري اي حاجة مكررة او منسوخة يبدأ ان هو يهملها او يشيلها خلص كده الممكن بجوجل وكله يعتمدوا على الزكال الصناعي في محركات البحث بتاعتهم عشان يكون منافس للشات جي بي تي سيرش فكده الموضوع اختلف تماما اول ما شات جي بي تي سيرش ظهر خلص الاعتماد على محركات البحث نسبته هتتتغير هنشوف ذا في الاعمال الجاية ان شاء الله